اشتركوا في القناة والزوجة حتى بالليل والإقبال على الله والتفرغ له في المساجد والطمأنينة النفسية بقراءة القرآن وختم القرآن والتوبة النصوح وقيام الليل والتعود عليه وعمارة الأوقات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وجمع القلب على الله ومن فوائد الاعتكاف تحري ليلة القدر لأن الذي يعتك في العشر الأواخر قطعا يصيب ليلة القدر وكذلك في حماية للقلب من كثرة الكلام والطعام والشراب والنكاح والصحبة فما هي شروط الاعتكاف لأن الناس الآن يقولون نريد أن ندخل الآن في العشر الأواخر نريد أن نعتكف أو بعضها أو كلها ماذا نفعل؟ يشترط أن يكون المعتكف مميزا فلا يصح الاعتكاف من واحد غير مميز أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر فالحيض والنفاس تمنع الاعتكاف الجنابة كذلك لابد أن يخرج لو أصابته ويغتسل الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة وليس في مسجد مهجور مثلا أو في مصليات هو في مسجد حتى لا يترك الجمعة والجماعات لأن الخلوة القاطعة عن الجمعة والجماعات من هي عنها وهي من شأن أهل البدع والمساجد تتفاوت في الفضيلة فيقدم أعظمها أجرا وعلىها قدرا وهو المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم مسجد الأقصى ثم المساجد الكبار الجوامع في الأمصار طيب الأخ محمد من سوريا تفضل السلام عليكم السلام طيب وبركاته شو أخبارك الحمد لله شيخ فيه اتغال تفضل في عنا قبل صلاة العشاء يعني المؤذن يجهر في المكبرات المساجد في المكبرات بذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ربع ساعة الأذان وفي شغل تاني بعض صلاة العشاء مباشرة عمي الدغرة عمي صلى العشاء أيوه في شغل تاني كمان صلاة تراويح بين كل ركعتين عمي يذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر أنه مثلا صلاة تراويح لإمام أبو بكر أنك تصلي تراويح لأبي بكر وتصلي تراويح لعمر كذا يعني عجيب خير طيب أعطوه السيد الرسول السلام بالصلاة بالتحيات ما حكم قول سيدنا لا عمي سيد الرسول السلام بالتحيات طيب طيب إذنك أنا سمعت كلامكم ما عمز أروح أصلي قفت ألاك الأسم بالجام طيب 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 والأكثر عددا لأن ما كثر فاوة أحب إلى الله عز وجل ويفضل الاعتكاف في المسجد الذي يخشع فيه قلب الإنسان أكثر من وجود إمام قراءة مؤثرة أو خاشعة وتأثر بخطبه أو بمواعظه واتفق الفقهاء على أنه إذا نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه النذر وعليه الوفاء ولا يجزئه في غيرها أما إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزم الاعتكاف في مسجد معين بل يصح في أي مسجد والغرف التي في المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد لا حكم المسجد وبناء علي يجوز الاعتكاف فيها إذا كانت داخل حدود المسجد وسور المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد أما لو كان البنيان خارج المسجد خارج سور المسجد فلا يصح لأنه ليست من المسجد فلا يصال عتكاف فيها ويجوز المعتكف أن يحتجز مكانا في المسجد كحجرة أو زاوية ونحو ذلك بدون ما يضايق الناس ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ويجوز المعتكف أن يدخل ساحة المسجد فناء المسجد سطح المسجد بنارة المسجد كلها تعتبر من المسجد ما دامت هي داخل سور المسجد ويجوز الاعتكاف في أي وقت في رمضان وغيره وأفضل الاعتكاف العشر الأواخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو ليلة واحدة وبعض العلماء يقول إنه لا حد لأقله يعني لو واحد من التراويح مثلا بعض الناس يصلي بعد العشاء ويجلس إلى الفجر أو قبل الفجر مثلا وينصرف هذا عند عدد من أهل العلم اعتكاف إذا نواه قبل أن يدخل المسجد إذا نواه اعتكافا يصحه وبعضهم يقول أقله ليلة وبعضهم يقول أقله يوم وليلة 24 ساعة وبعضهم يقول لا دليل شيخنا عبد العيس بازر رحمه الله اختار أنه لا دليل على تحديده ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل قبل غروب الشمس الليلة هذه هذه الليلة يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد مغيب الشمس إذا أعلن العيد آخر يوم من رمضان بعد غروب آخر يوم من رمضان يكون قد أتم اعتكاف العشر الأواخر كلها ومن أداب الاعتكاف طبعا انشغال بالصلاة تلاوة القرآن الذكر يجتنب كل ما لو يعينه من الأقوال والأفعال وكثرة الكلام يجتنب جدان مراء سباب فحش لا بأس بالكلام لحاجة ومحادثة غيره بقصد بقصد يقتصد ويعتكف الشخص مع صاحبة أو مع قريبة لكن لا يتحول إلى سمر سهر قيل قال كلام سوارف وبعض الناس يترك عمله ووظيفته التي هو مكلف بها ليعتكف وهذا لا يجوز لأن هناك عقد بينه وبين الطرف الآخر في العمل لا بد أن يوفي به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويبطل الاعتكاف بالخروج بالمسجد لغير حاجة فإن خرج لحاجة مثل قضاء البول الغائط مثلا يعني يشتري طعاما يغدسل من جنابة لا بأس ولا يذهب إلى مكان يوجد ما هو أقرب منه المسجد فلا يذهب إلى دورة مياه أبعد وفي دورة مياه أقرب ما يذهب إلى مطعم أبعد وفي مطعم أقرب يفي بالغرض كذلك فإن الإنسان ما يعود إلى بيته إلا شيء لا بد منه يعني مثلا قد لا يوجد مكان للاغتسال في المسجد وأصابته جنابة فيعود إلى مكان يستطيع أن يغتسل فيه أقرب مكان ولو كان البيت ولا يتأخر بمجرد يدخل يغتسل ويرجع مرة أخرى مباشرة يعني يكون خروجه بحسب الحاجة لأن حبس النفس المسجد لطاعة الله وكذلك فإن المعتكف لا يزور المريض يعني خارج المسجد ولا يجيب الدعوة خارج المسجد ولا يشهد الجنازة طبعا ولا يذهب للمقبرة بس يصلي على الجنازة في المسجد الذي هو فيه ممكن كذلك لو قال أعتكف أروح العمل وأرجع نقول لا خروجك العمل يقطع الاعتكاف فأنت ممكن تعتكف مثلا من بعد خروجك من العمل إلى وقت العمل الذهاب بحيث ينقطع فيكون عندك مثلا خمسة عشر ساعة اعتكاف ممكن ليلة مثلا تعتكف ليلة من المغرب للفجر على قول بعض أهل العلم أيضا ممكن جيد يعني من المغرب للفجر جيد وكذلك له أن يشترط الخروج في الاعتكاف إذا خشي شيئا فيقول مثلا شرطي أن أخرج للحاجة ونحو ذلك إذا عرض عارض وفائدة الاشتراط أنه إذا اشترط وخرج لاتباع الجنازة مثلا جنازة قريب واحد يخشى أن يموت قريبه فدخل المعتكف وشرط إذا مات أن يتبع جنازته فمات فخرج اتباع الجنازة ورجع إيش فائدة الاشتراط أنه يبقى معتكفا حتى في حال خروجه فصحح بعض العلماء الشروط مثل هذه الشروط وكذلك إذا مرض مرضا أثناء الاعتكاف لا يستطيع أن يواصل فيه جاز له الخروج وقطع الاعتكاف في حال المرض الشديد يبطل الاعتكاف طبعا بجماع الزوجة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد المرأة إذا اعتكفت حاضت خرجت من المسجد وجوبا لا يبطل الاعتكاف بالاحتلام يغتسل ويرجع الاعتكاف سنة للرجال والنساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده لا تعتكف المرأة إلا بإذن زوجها لأن الاعتكاف فيه تفويت لحق الزوج نحرص على الإخلاص الابتعاد عن الكلام الزايد والطعام الزايد والنوم الزايد والخلطة الزايدة تربية النفس على العبادة وتقوية الصلة بالله والتفكر والتدبر محاسبة النفس مراجعتها فرصة كبيرة في الاعتكاف